فار بركان في جزيرة بالي الاندونيسية مطلقا سحابة من الرماد والدخان تجاوز ارتفاعها الفين متر ويثر بركان جبل اغونغ على بعد سبعين كيلو مترا عن مدينة كوتة السياحية من فترة الى اخرى منذ استعاد نشاطه في العام الفين وسبعة عشر متسببا احيانا بالغاء رحلات ومجبرا الاهالي على مغادرة منازلهم ولا يزال نشاط بركان اغونغ في درجة الخطر الثانية ومنعت السلطات الاقتراب منه حتى مسافة اربعة كيلو مترات وتقع اندونيسيا على حزام النار في المحيط الهادئ وهي منطقة واسعة تشهد عدم استقرار جيولوجي وتسجل تصادما للطبقات التكتونية بسبب الزلازل والنشاطات البركانية المتكررة